فقرة استالي الأسبوع لليوم رح نتكلم عن موضة اللون البنفسجي اللي جدا درجت خلال هاي الفترة ورح تكون ترند لخريب 2022 العديد من دور الأزياء اعتمدت اللون البنفسجي بكل الملابس اللي صممتها فاليوم أنا وما يسمح حضر لكم العديد من الملابس والتنسيقات الحلوة كلها باللون البنفسجي من مختلف دور أروض الأزياء أول تنسيق مثل ما نشوف بالصورة هو تنسيق جدا حلو وشوي ترند وغريب نوع أما هو عبارة عن فستان كامل باللون البنفسجي وهي تدرجة من اللون البنفسجي الترهم لمختلف أنواع البشرات الفستان عبارة عن فستان مثل ما قلت هو يعتبر شوي عصر نوع أما مو اي أحد يعتمده لكن دائما دور الأزياء تحب تطل على متابعيها بتصميم غريب حتى تجذب الأنظار وكان التركيز على اللون البنفسجي بالتحديد الفستان هو عبارة عن فستان بقبة عالية بكتافيات أيضا موضة الكتافيات بعدها مستمر لحد الآن وأيضا في خريف 2022 الفستان أكمام طويلة وأيضا الطول مات هو ميدي تحت الركاب وكان مميز أيضا العرضة كملة التنسيق اللون البنفسجي مع بوت البوت كان طويل بحيث الفستان مغطي جزء من البوت وهي أيضا موضة جدا درجة البوت والحقيقة كانت باللون الأزرق الفاتح أو أحنا نقول السمائي فالتنسيق بين اللون البنفسجي واللون السمائي كان جدا مميز وجدا فرح بنفس الوقت صحيح أنا كلش حبيت لأنه نادرا ما يتنسق اللون البنفسجي ويلون الأزرق لكن هاي التنسيقها جدا حلوة ويتقدرون عنده تستلهمون منها أطلالتكم أكيد باندرا نحكي عن اللون البنفسجي ومن الأشياء المميزة عدنا هي التنانير باللون البنفسجي مثل ما نشوف التنورة الطويلة بلون البنفسجي كل جدا درجة هذا الموسم وحلو تنسقوها مع بلوز بيكون بلون بنفسجي مع ماروني مع ألوان عديدة تناسق هذا اللون ومثل ما نشوف أيضا البوت تنسق ويا الملابس نفس الألوان البلوز بحيث صار تنسيق فقط التنورة بلون البنفسجي والبوت والبلوزة بنفس الألوان فانت اللوك نوع من اللوك الشبابي الأنيق كلش عصر التنسيق اللي ذكرتيه ميسم وحلو أنه طلعنا خارج ألوان الخريف دائما متعودين البنيات وتدرجاته هالمرة الألوان راجئة وبقوة مثل ما نتكلم عن اللون البنفسجي أيضا راح أذكر تنسيق ثاني للون البنفسجي اللي هو مميز جدا هو عبارة عن قميص مع تنورة القميص والتنورة قصتهم والستايلهم جدا كلاسيكي القميص هو عبارة عن أكمام طويلة وأيضا ياخر جدا عادي وجدا قصة كلاسيكية مثل ما قلت لكن اللي ميزه هي الأزرار كانت باللون الذهبي العرض عن استقاطة مع تنورة باللون البنفسجي أيضا نفس الدرجة من البنفسجي التنورة مكسمة وأيضا مدي تحت الركب جدا كلاسيكية وأيضا كانت هناك أزرار على جوانب التنورة فحلو كان التنسيق أنه كله بلون البنفسجي لأزرار القميص معها أزرار التنورة مطيطة فخامة ورقيء بنفس الوقت وممكن أيضا نلبس نوع من الاستالات بالسهرات أيضا بالدوامات لأنه محتشم وكلاسيكي بامتياز العرضة كملت التنسيق مع حقيبة أيضا باللون البنفسجي ولكن درجة أغمق واحدة باللون الأسود فكان التنسيق جدا حلو وجدا عملي ومميز أكيد إطلالات واختيارات عديدة تقدرون أنتم تنسقون منها إطلالة لتناسبكم وأيضا آخر إطلالة هي إطلالة شبابية حلو أنه تختارون معطف بلون البنفسجي لازم يكون بخزانتكم هذا الخريف والشتاء حلو تنسقوا ويا قميص جينز أو تنسقوا مثل ما نشوف العرضة نسقتها ويا فستان بلون البنفسجي ولابسها فوقها جاكت جينز أيضا بطول الفستان وفوقها المعطف بلون البنفسجي خاصة الأماكن اللي تكون كلش باردة وتنسقون معاها الأنكل بوت أو البوت للتربع أو حتى حذاء رياضي بهيط شي حنحصل على إطلالة شبابية أنيقة مثل ما قدنا قبل شوية أنه إحنا اختارنا لكم العديد من الإطلالات اللي تناسب جميع الأعمار في الأذواق فعلا نسقوا مميزة للإطلالات حبيتها شكرا